أنا دايماً طول الوقت لما حد بييجي أصلي كلمة أنت اخترت غلط دي قد إيه بتوجع يعني تعالي لأي ست منفصلة أو في جرح أو لسه متخانة أو لسه متسابة أو لسه مجروحة تروح إيلا لا إيه؟ على فكرة أنت اخترتي غلط يعني عارفت حسن الإضافة فيه جلطة جات لك كده لمدة 3 ثواني اللي هو عايزة دافع إن أنا مخترتش غلط عايزة أقول لهم لا ده كان بيعيط عشان يكلمني ده كان بيجري وراي 24 ساعة تبي عايزة تدافع عن نفسك لا أنا كنت يعني هو ما كانش كده وأنا ما كنتش كده يعني فهمه؟ لكن أنا عايزة أقول حاجة الحب ده بجد أنا أنا وجد نظري كإيمان يعني الحب ده ما فيهوش اختيار أنا وقولي لي أنت غلط خلي بيك أنا ما استنكت ولي أنت غلط بس الحب أعمى بجد يعني أنت لما بتقعي وتحبي استحالة أنا بقعد بالورقة والألم واختار فيه إيه حلو فيه وأنا حبته وخلاص زي ما هو كده يعني الاختيارات دي بتيجي أنا بحس إن أنا بختار لما مكونش فيه حب يعني بقعد أختار بقى على رواقة أيها على رواقة كده نختار لكن أنا شفت واحد حرك مشاعري حرك قلبي اتدبت حبيت بعد فترة بقى بقى على المشاكل بتبتدي بقى نعيوبه لكن اقنعيني إزاي دي تيجي مع دي شفت أنت قلت إيه حرك مشاعري أول ما مشاعري بتتحرك مفيش حاجة هنعرف نعملها فكلامك صح من أول ما مشاعرك بتتحرك مفيش أي حاجة هنعرف نعملها خالص خلاص انتهى الموضوع في شلل رؤية فعشان كده احنا بنحاول إن احنا من قبل ما المشاعر تتحرك من أول قادة نبقى احنا عارفين نفسنا أنا عارفة أنا مين وعارفة أنا عايزة إيه في حياتي فأنا زي ما بنقول جراوندت كده وقفة على أرض صلبة أنا عارفة أنا مين أنا عارفة أنا عايزة إيه أنا عارفة أولوياتي إيه أنا عارفة إيه اللي مهم بالنسبة لي في حياتي وعارفة إيه اللي أنا ما عنديش استعداد إني أتقبله في الشخص فقبل ما المشاعر تتحرك إيه اللي بيحصل عملية فلترة عارفة إلا هو لا الشخص ده مش هينفق كلنا فينا عيوب مفيش حد كامل عشان بس أوضح كلامي بس لما ببقى عارفة إيه اللي ما عنديش استعدادة تقبله بيبقى فيه حاجات تانية عيوب تانية بتظهر أنا بالنسبة لي تمام لأن فيه جزء كبير خلاص الأساسيات أو الخطوط الحمراء زي ما بنقول مش موجودة طبعا أنا راهنك يا كريمان إن لو إحنا بنتكلم على ميد بنت دلوقتي لو إحنا بنتكلم تسعين بنت منهم هي مش عارفة هي تختار إزاي أو إحتياجتها في الاختيار بالضبط هي دي مشكلتنا على فكرة ودي مشكلة كبيرة جدا أن الناس ما تاخدش بالها منها إن أنا أصلا مش عارفني أنا كبرت كده أنا تهت مني أنا مش عارفة أنا بقولك الأغاني اللي بتسمع معينا هي تبقى حقيقية قوي أنا فعلا ما بقاش عارفني أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة وده حصل معي على فكرة أنا قصتي ابتدت من وانا عندي 28 سنة كنت عايشة طول حياتي بجري لحد ما وصل الـ 21 سنة وصلت بقى الـ 21 سنة ما عارفش إيه اللي حصل صحيت منهم 28 سنة ببصت لقيت أطفال وبيت وفي بلد غريبة وبنتي دخلها بتقول لي مامي بقول لي مامي مين حبي ده أنت ده قصتي ده قصتك الحقيقية ده أنا وابتديت رحلة جديدة من 28 لحد دلوقتي أنا 33 ابتديت رحلة جديدة فيها باكتشف نفسي لا هو أنا مين هو أنا جيت هنا إزاي يمكن تسدقي عشان كده في حالات طلاق كتير جدا طبعا البنت بتتليها قومة تتجوز تخلف وتردع ومدارس وتعليم فجأة ممكن تلاقي طلاق بعد 10 سنين جواز وتقول لها إيه وتيجي بقى إيه طب ما كنت تطلقت يا بنتي من الأول قبل ما تخلفي منه مدام مش عايق بتقولي أنا كنت ساعتها غير دلوقتي صح يعني أنا كنتش فاهمة مش ده الراجل اللي أنا أقدر أكمل معاه بعد كده صح بيعمل وبيعمل وبيعمل ففعلا ساعات فجأة بتسحي من النوم أنت هو أنا أنا مش الشخصية اللي أنا عايشة بيها دي بالضبط طبعا أنا مش عايزة أعمم الفكرة أنه في الآخر نتيجة دايما انطلاق لا خالص